كاس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية مصر 2024 نتائج مباريات الجولة الأولى بالكامل ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى موعد الجولة الثانية سجل الأبطال كل التفاصيل والقنوات الناقلة السلام عليكم ورحمة الله متابعة مستمرة لبطولة كاس الأمم الإفريقية النسخة رقم 12 لكرة القدم الشاطئية مصر 2024 يسعدني جدا لو عملت لايك للفيديو اشتراك في القناة عشان تقدر تتابع معنا كل الأحداث الرياضية أولا بأول واكتب لي في صندوق التعليقات توقعاتك لطرفي المباراة النهائية لكاس الأمم الإفريقية يعني اكتب لي المباراة النهائية هتكون ما بين مين ومين توقعاتك وطبعا عايز أقولك إن الفرقتين أو المتخبين اللي هيصل إلى المباراة النهائية هيتأهلوا إلى كاس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشي الـ 2025 ويمثلوا القارة الإفريقية بطولة كاس الأمم الإفريقية اللي بتتلعب في مدينة الغرداء في مصر على شواطئ الغرداء النسخة رقم 12 بيشارك فيها 8 منتخبات تتوزعوا على مجموعتين المجموعة الأولى فيها مصر والمغرب وتنزانيا وغانا والمجموعة التانية فيها السنغال وموزنبيك وملاوي وموريتانيا كل منتخب هيلعب في دور المجموعات تلات مباراة يتأهل أول وتاني كل مجموعة إلى نصف النهائي ويلعبوا بنظام مقص وصولا إلى المباراة النهائية وطرفي المباراة النهائية هيروحوا على طول إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشي الـ 2025 اتلعبت البطولة قبل كده 11 نسخة فاز منتخب السنغال العنيد والقوي في هذه اللعبة سبع مرات من قبل بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية منتخب نيجيريا اللي عنده لقبين منتخب الكاميرون اللي عنده لقب واحد منتخب مدغشكر اللي عنده لقب واحد أحسن إنجازات منتخباتنا منتخب مصر اللي حصل على وصيف مرة واحدة ومنتخب المغرب اللي حصل على المركز التالت أربع مرات من قبل منتخباتنا اللي تهمنا وبنشجعها في هذه البطولة منتخب مصر ومنتخب موريتانيا ومنتخب المغرب منتخب موريتانيا اللي تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه هذه النسخة لعبنا مباريات الجولة الأولى بالنسبة للمجموعة الأولى والمجموعة التانية المجموعة الأولى اللي بتضم مصر والمغرب وتنزانيا وغانا لعبنا مبارتين في الجولة الأولى أولى المباريات كانت مباراة المغرب وتنزانيا وانتهت بفوز منتخب المغرب على تنزانيا أربعة مقابل ثلاثة بعد ريمونتادة مغربية قوية جدا على الأراضي المصرية ويحصد المنتخب المغربي أول فوز وأول سلاس نقاط في كأس الأمم الأفريقية بفوز على منتخب تنزانيا أربعة مقابل ثلاثة رحنا للمباراة الثانية في الجولة الأولى من المجموعة الأولى كانت ما بين منتخب مصر ومنتخب غانا مصر المستضيف للبطولة صاحب الأرض والجمهور استطاع منتخب مصر أن يضرب منتخب غانا ستة مقابل ثلاثة ليصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الأولى مصر في الصدارة ثلاث نقاط منتخب المغرب أيضا ثلاث نقاط منتخب غانا وتنزانيا صفر من النقاط موعد الجولة الثانية إن شاء الله بالنسبة للمجموعة الأولى 21 أكتوبر 2024 21 عشرة 2024 عندنا مبارتين المغرب ضد غانا 12 زورا ومصر ضد تنزانيا 3 عصرا بتوقيت مصر بالنسبة للقنوات النقلة قناة On Time Sportes المصرية على النيلسات رقم 2 بتنقل كل المباريات وأيضا صفحة الكاف الرسمية على اليوتيوب بالنسبة للمجموعة الثانية اللي بتضم السنغال وموريتانيا ومعلاوي وموزنبيك لعبنا مبارتين في الجولة الأولى النهاردة وأولى المباريات كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لنا منتخب موريتانيا لكرة القدم الشاطئية يطيح بمنتخب السنغال ويفوز عليه خمسة مقابل اتنين في نتيجة قوية جدا 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 لمنتخب موريتانيا اللي بيتأهل لأول مرة لكأس الأمم الإفريقية وعمل معسكر إعدادي قوي جدا جدا ولعب مباريات ودية في منتهى القوة لعب ضد منتخب السنغال حامل اللقب لكأس الأمم الإفريقية لسبع مرات قدر يفوز عليه في مباراة ودية لعب مبارتين ضد منتخب المغرب في الأراضي المغربية استطاع أن يفوز مباراة ويخسر مباراة منتخب موريتانيا بيأكد تفوقه في السنوات الأخيرة ويأكد صحوته وتطوره في كرة القدم الشاطئية وبيفوز على السنغال النهاردة خمسة مقابل اتنين المباراة التانية في المجموعة التانية اللي انتهت منذ قليل كانت ما بين موزمبيك وملاوي واستطاع منتخب موزمبيك أن يخطف الفوز في السواني الأخيرة أربعة مقابل ثلاثة بعد ما كانت المباراة خلاص رايحة للتعادل ولكن منتخب موزمبيك عن طريق اللاعب رقم عشرة يخطف الفوز أربعة مقابل ثلاثة لأصبح ترتيب المجموعة التانية موريتانيا ثلاث نقاط موزمبيك ثلاث نقاط وملاوي والسنغال بدون نقاط موعد الجولة التانية إن شاء الله يوم 21 أكتوبر السنغال ضد ملاوي واحدة ونصف زورا وموزمبيك ضد موريتانيا أربعة ونصف عصرا اكتب توقعاتك في التعليقات ولا تنسى عمل لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر